فاللهم صلي وسلم وبارك على شفيع المذنبين اللهم أنت الملك الحق خلقتنا ونحن عبيدك إذا عملنا سوءا أو ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم يا رب أجبر كسر قلوبنا إنك أنت الرحمن المقتدر وخذ بأيدينا يا كافي العباد يا رب اجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واغفر بعظيم عفوك ذنوبنا ومن علينا بصلاح عيوبنا واجعل في صلاح أمرنا اجتهادنا اللهم إنا نسألك النجاة من الشكوك والظنون وأن ترزقنا طريق العودة إليك الذي سلكه عبادك المؤمنين اللهم إنا نسألك بكل نبي مرسل وبكل كتاب منزل وبكل عبد محبب وبكل ملك مقرب أن تمنحنا حسن الظن بك في كل زمان ومكان وأن تتفضل علينا بعفوك وغفرانك يا حنان اللهم كن لنا ولأهلينا أنيسا من كل روعة وخوف ووحشة ولا تقنطنا من رحمتك ولا تبعدنا عن كنفك وصل اللهم يا رب العالمين وسلم على سيدنا محمد من فاضت من نوره جميع الأنوار وبالصلاة عليه تحط عن الأوزار وينال بشفاعته منازل الأبرار وعلى صحبه وآل بيته الأطهار